بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبدأ مع بعض الجزء السادس من الفصل الأول لمكرر النظم بالمعالج أطلقك في الجزء ده يا جماعة إن شاء الله مع بعض هنتكلم عن اللغات ونبدأ نتكلم الفرق ما بين الباينري والماشين لانجوش والفرق ما بين الهاي ليفل لانجوش وبنتكلم ليه على الماشين لانجوش يا جماعة لإن إحنا عايزين نعرف إن البروستسور المعالج بيتعامل مع الماشين لانجوش أو الباينري طيب نشوف مع بعض بنقول software from machine to high ليفل لانجوش من أول لغة الآلة حتى اللغة العليا طيب نفهم الأول يعني إيه ماشين لانجوش بنقول إن الماشين لانجوش هو binary instructions يعني أوامر باينري وما أنتو عارفين طبعا يا جماعة إن البيانر عبارة عن إيه صفر أو واحد ماش كده إذن توقع بقى إن اللغة ديت ماش كده هتتكلم لإما إيه إصفار ووحد وهي لغة البروستسور لغة المعالج يعني المعالج أي لغة بتجيله لابد إنها تتحول أولاً لمين لمجموعة من الصفر والوحد يعني أي أمر هياخده أي أمر هيعد عليه لابد إن يكون مجموعة منين من الصفر والوحد طيب نشوف مع بعض مثال نقول مثلا مع بعض إن ده instruction أمر عبارة عن مجموعة من الصفر والوحد زي ما أنت شايف كده وان زيرو 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 مش كده؟ آه يبقى إذن أمر مجموعة من الصفر والوحد بيعبر عن حدث معين وأمر معين إيه هو الأمر ده؟ بيقولك ده أمر يرمز لرمز آد يعني أول ما نشوف البيانر دوت إيه؟ قدامنا نفهم إحنا كمان نفهم ومين كمان يفهم؟ المعالج كمان يفهم لأن ده أمر مين؟ آد طيب ممكن نرمز له بعبارة اسمها إيه؟ مينيمونيك يعني إيه مينيمونيك ده يا جماعة؟ معناها رمز رمز بكلمة يعني بنقول إنه ممكن نقع لها آد شايفين؟ آد بي يضيف قيمة البي اتفقنا إذن الماشين لانجج هو عبارة عن بايناري يمكن التعبير عنه برمز وليكن مثلا آد وهذا الرمز يرمز لمين؟ للعملية عملية الجمع طيب وإحنا اتفقنا مع بعض إن البروسوسور ما يعرفش ينفذ الأوامر بايناري اسفر ووحيد اللي هي مين يا جماعة بقى نقول؟ اللي هي الماشين لانجج طيب في حاجة تانية؟ آه شايفين كلمة مينيمونيك ديت يا جماعة؟ شايفانا؟ آه ديت ممكن نعبر عنها بأنها لغة وسطية شوي اللغة الوسطية ديت بنوع عليها إيه بقى بص معايا؟ بنوع عليها اسمبل لانجج لغة التجميع إذا لغة التجميع هي مرحلة وسطية بدينا بالماشين الانستركشن أو الماشين لانجج لغاية ما بدأنا نعبر عن الاصفار والوحيد لما يسمى بالمينيمونيكس أو الاختصار بكلمة يعني لو قلنا أن 1000000 ديت معاناها add أرمز في الاسمبل لانجج لكلمة add بكلمة واحدة اسمها add add مثلا b ضيف كوميتة b معايا؟ إذا الاسمبل لانجج هي تعبير بكلمة أو عدد من الكلمات عن حدث وأمر معين تمام؟ ها؟ ده يفرق عن ايه؟ يفرق عن الماشين الانجج في أن كنت بعبر عن الأمر بايه؟ بصفار وحيد لكن المرة دي بعبر عن الأمر بكلمة طيب عشان كده بنقولي بقى ايه؟ ها؟ has one to one correspondence اه يعني ايه يا جماعة؟ يعني ايه؟ كل أمر له كلمة واحدة بس مش كده؟ with machine instructions يعني لو قلنا one to one correspondence زي ما قلنا add مش كده؟ المقابل لها مثلا one zero 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 في الماشين لانجج طيب هنا بيقولي بقى efficient in execution وهو الموضوع دوت بيبقى أثناء التنفيذ efficient فعال وإيه ها؟ وبيستخدم المموري بطريقة فعالة وكمان machine specific يعني ايه؟ يعني كل ايه ها؟ كل أمر كل تعبير خاص بالماشين بس يعني كان مخصوص بماشين معحددة فقط يعني لو انت قلنا من ماشين لماشين تانية بمواصفات جديدة ممكن الأوامر دي كمان تختلف إذن هي تعتمد على الماشين تعتمد على الآلة اللي انت شغل عليها طيب احنا خدنا كام دوقتي cam language بقى ها؟ ركز معايا خدنا قد ايه كام language ايه فعلا خدنا كام اتنين الماشين language والقاسين بلانجوش فيه كمان language كمان جماعة تالتة بنسميها high level language اللي ها اللغة العالية اللي ها اللغة اللي بتتكلم بأسلوبنا احنا بقى بكلامنا احنا بنتكلم كلام بنسميه high level language زي مثلا اللغة الانجليز ايه؟ ساتش از انجليش ده يعتبر high level language اللغة العربية high level language اي لغة من اللغات اللي هاتم المحادثة اللي بيفهمها البشر معايا؟ بيسموها high level language والhigh level language ده جماعة في لغات البرمجة بنديها مثال زي البيزيك والسي والسي بلاس بلاس وبنكتبها باسلوب معروف لنا واسلوب له مفهوم بالنسبة للبشر طيب اذا هي machine independent لا تعتمد على القالة يعني لو انا كتبت اي كلمة باللغة الانجليزية كده لا تعتمد على القالة انا بكتب عليها easy to write سهل انك انت تكتبها باسلوبك انت وكمان requires وبتحتاج بقى اي بقى large memory يعني ايه ممري كتيرة endless efficient execution واسنق التنفيذ على الجهاز بتبقى ايه اقل كفاءة من اين ها من machine language ومن الاسمبل language السلام عليكم ورحمة الله وبركاته